مصر أم الدنيا، بلد الحضارة والثقافة والعلوم لا أعتقد أن هناك دولة في العالم تستخرج كنوزا من باطن الأرض وآثارا بقدر مصر أكثرها مومياوات محنطة آخرها العثور على 16 دفنة بها مومياوات منذ 2000 عام في معبد تابوزيرس ماجنا غربية الإسكندرية ترجع للعصرين اليوناني والروماني وضع داخل أفواه الموتى تمائم من رقائق ذهبية على شكل لسان بعد إزالة اللسان طبعا وإلا لن يتمكن من الدفاع عن نفسه الميت طبعا أمام محكمة المعبود أوزيرس في العالم الآخر وقاضي الموتى الكشف الأثري أعاد الجدل بعد تصريحات للدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه بجامعة الأزهر على التلفزيون الحكومي ظهر هناك ووصف العملية بنبش القبور استمعوا إليه الرسول والسلام نهى عن نبش القبور حتى فتح قبور الفرعنة في الأصل ممنوع في الأصل ممنوع استخراج جسامين الفرعنة وعرضها في الفترينات السناء بغرض ثقافي لا معلش استخراج الجسامين ده يكون لبحث العلم فقط إن معي حضرتك إنما يجعل مش هقوط فيها كثير يعني إنما يجعل فرقة للناس وبالدولارات واليوروب تعدى أجدادنا تصريحات الدكتور كريمة أثارت التعليقات المتباينة والطريفة أيضا يقول عبد الفرق في اعتقادي الشخصي أنه كلام منطقي جدا وينطبق مع حرمة نبش القبور ولكن الفرعنة حياتهم كلها معجزات بشرية من ضمن هذه المعجزات تحنيط الموت التي عاجزت البشرية حتى الآن عن فعل ما كانوا يفعلونه والله سبحانه وتعالى عندما أعطاهم هذه الخصائص دون غيرهم لإظهار آياته ومعجزاته مع البشر وليس لإخفائها والله أعلم ملك علي ملك علي تقول أنا شايف أنه صح وكلام ما فيهش غلط الميت لحرمته وأغلب الناس اللي بتتريأ دي عارفين واسقين أنه حرام جوزيف سلامة يقول يا أمة انضحكت من جهلها الأمم حتى الحضارة اللي بنفتخر بيها والعلم اللي كنا بنمتلكه من أسرار التحنيط للعلم كله لم يصل لمعرفة أسراره والطب اللي في هذه المميوات اللي مصر بتفتخر به حتى الآن حرام كريم كريم الشريف يقول صح جدا طبعا احنا بس بنلاقيها الأول وأوعدك حبيعها أو يبقى الجار بالمميوات أحسن من التشهير بيها آخر تغريدات توقف عندها من أم لوجي تقول أصل الفراعنة كانت أمهم بتدعي عليهم وتقول لهم روحوا ربنا فرج عليكم خلقه بس كانت بتقولها بالهيروغليف طبعا معلش عشان الأمانة أول المتقدين لدكتور أحمد كريمة كان عالم الآثار المصري زاهي حواس وقال هذا الكلام غير دقيق علميا لأننا لا ننبش القبور وإنما نرمم ونحافظ على المميوات وعلى التابوت من ينبش القبور هم من اللصوص الذين دمروا المميوات والتوابيت ولكن علماء الآثار يحيون عقيدة الملك وعقيدة الإنسان على مر العصور ويقدمونه في أحلى صورة دار الإفتاء المصرية حسمت الأمر وردت على الجدل المثار بقولها إقامة الهيئة المتخصصة أو المختصة للمتاحف أمر ضروري في عصرنا لأنه الوسيلة العلمية الصحيحة والوحيدة للحفاظ على آثار وتهيئتها للدارسين هذا الأمر سبيله التنقيب عن الآثار ولا يتعرض شرعا مع حرمة الميت لأن الأصل في عملية التنقيب عن الآثار أن يقوم به فريق متخصص ومدرب ويراعى في عملية التنقيب كل أنواع الاحترام والإكرام لجسد المومياء حيث يتم إخراج تلك الموميوات من قبورها بشكل دقيق ليتم الحفاظ عليها شكرا لمشاهدتك تريندينج سنسعد باشتراكك بالقناة وإعجابك بالقصة ومشاركتها وتعليقك عليها